بعد أيام وتحديداً في الرابع والعشرين من يوليو الجاري ينطلق المهرجان السنوي الأكبر في الأردن جرش للثقافة والفنون والذي يستمر حتى الثالث من أغسطس لكن الظروف والمعطيات تغيرت هذه المرة بالكاد يا راليا المهرجان يأتي هذه المرة في ظروف غير طبعية ومشاهدين بالنظر إلى تواصل العدوان الغاشم على غزة فانقسمت الأراء بين من يرى ضرورة إلغائه أو تأجيله على الأقل وأخرون يصرون على أن المهرجان في حادثاته هو فعل مقاومة عبر الفن ولابد للحياة في الأخير أن تنتصر هكذا يعني يرى هؤلاء وبين هذا وذاك رانيا يعلو صوت آخر من جانبها تؤكد إدارة المهرجان تؤكد على استضافة فرق فلسطينيين بينها فرقة صول التي توجد في قطاع غزة التي كانت قد أجرت بروفاتها وتدريباتها تحت القصف في قطاع غزة بإصرار من الغزيين على الحياة كما أن المهرجان يشهدوا مشاركة فرق فلسطينية من قطاع غزة تابع التفاصيل تابع التفاصيل تابع التفاصيل موسيقى 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 من بينها طبعا راني أعمال تحاكي صالة وهوية وتشبط الفلسطيني بأرض وقضيته بالإضافة مشاهدين إلى جدل اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض لقامة المهرجان أثارت هذه المرة الفنانة التونسية صوفيا صادق أثارت جدلا آخر وهذا بعد اعتذارها يا رانيا عن الغناء في جرش نعم المطربة التونسية كانت قد نشرت بيانا مطولا مخاطبة إدارة المهرجان وأبرز ما جاء فيها يسروني دعوتكم لي لحضور هذا المهرجان العريق الذي يعبر عن أصالة الأردن وذائقة الفنية الرفيعة لشعبها الحبيب إني على ثقة بأن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة ومع ذلك أرجو منكم تقبل اعتذاري عن الحضور هذا العام لأسباب تسلبني قدرتي على الغناء وأطفال غزة وشيوخها ونساؤها فكلة بدموعهم التي تخاصرهما هذا إذن رانيا عن المطربة والفنانة التونسية الصوفيا صادق لكن ماذا عن الرد؟ إدارة المهرجان ردت على المطربة التونسية أو أكدت أن الفنانة التونسية الصوفيا صادق وقعت عقدة مشاركتها في المهرجان منذ يناير العام الحالي وكان حينها العدوان على غزة قائما وفي شهر مايو طلب منها الكوكليه الذي ستقدمه وكانت في منتهى السعادة ولا توجد أي مشكلة هذا طبعا حسب إدارة المهرجان وعلى كل لتوضيح الأمور أكثر ولمعرفة التفاصيل أكثر عن برنامج المهرجان ونظرة إدارته إلى كيفية إقامته في ظل العدوان المستمر على غزة نرحب بضيفنا في العاصمة عمان السيد أيمن سيماوي المدير التنفيذي لمهرجان جراش للثقافة والفنون مرحبا بك سيد أيمن معنا يعني من منطلق التضامن الأردني مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب مستمر على قطاع غزة هل يمكن القول أن هذا الجدل انتهى؟ وإن كان كذلك ما هي الأصص التي تم التوافق عليها بين المؤسسة الرسمية والهيئات الثقافية والفنية للسماح بهذه النسخة بالانطلاق؟ أولا تحياتي لكم جميعا والمتابعين البدا أبدأ بس مش من السؤال يعني حسب ما قالت إدارة المهرجان حسب العقود الموقعة من إدارة المهرجان إحنا عندما وقعنا عقدنا مع صفية صادق كان بشهر واحد وكانت أكيد أمورها تمام وبعد ذلك تواصلنا أنا حكيت في هذا الموضوع كثير طيب هي وقعت العقد في في يناير هي وقعت في يناير ونحن اليوم في شهر يوليو ومن حقها أن ترفض أو أن تعتذر عن الحضور في الأخير كيف من حقها أن تعتذر يعني كانت غزة قبل شهرين موجودة وهلا بطلت عفوا كيف يعني أفهم بس يعني كيف من حقها كيف من حقها وبشهر ستة كانت تسجل تسجل صوتها على المرنة طيب على كل حال سيد أيمان هو ليس موضوع موضوعنا لليوم ولكن في الأخير ليست وجهة نظري سيد أيمان أنا أطرح فقط الأسئلة لا أبدي أي وجهة نظر هنا بالضبط ما تتحملي ما تتحملي بالضبط يعني أرجو أنه ما تتحملي يعني ما تمسكوتي تنظر أنا عندي حقائق ووقاع أنا ما بدي أدخل بهذه التفاصيل ولذلك نحن استضفناك يا سيد أيمان للحديث هنا وهذا أكبر دليل أهلا ستي طيب هل يمكن الإجابة عن سؤالي الآن بالعودة إلى موضوع المهرجان سيدتي نحن نحترم كل الأراء المطروحة ولها الحق أن تعبر عن ما يجول في خاطرها نحن بإدارة المهرجان يعني وأنا ما أتحدث عن إدارة المهرجان أتحدث عن إدارة تنفيذية وعن اللجنة العلية ورئاسة اللجنة العلية وعن أيضا التوجهات القائمة نحن ما حدا بيقدر يقدم أو ما حدا قدم وسيقدم ونحن لسه مشكورين على ذلك مثلما الأردن بموقف واتجاه أخواني بفلسطين وبغزة لكن اللهم في كل هذا أستاذ أيمن أن نتحدث هل تم استفاء هل تم استفاء كل الشروط لإطلاق طبعة هذا العام من مهرجان جرش هذا هو السؤال هل أنتوا بتكياني بتكياني أجاوب ولا بتكياني تسألوني بس أنتوا ما بتكياني أجاوب لا طبعا نحبك تجاوب أكيد تفضل طيب يعني أنا لسه عم بحكة بجاوب عم تسأل تفضل خذ المجال الكامل سيداي من تفضل يعني إحنا يا سيدتي يا سيدتي هذا المهرجان مهرجان متضامن بالكامل مع أهلنا في غزة هذا المهرجان ألغت دارة المهرجان المصرح الجنوبي بكل فعالياته واكتفينا بالساحة الرئيسية وبشارع الأعمدة وبمصرح الشمالي سنغني للوطن سنغني للأردن سنغني لأفرحنا الوطنية وسنغني للفلسطين وسنغني لغزة نحن نعتقد بإدارة المهرجان الحياة مستمرة الفرح ليس الفرح مش خيانة الفرح مش خيانة نحن نعتقد أنه احنا بالكلمة بالقصيدة بالهزوجة احنا مندعم أهلنا بغزة مندعم أهلنا بفلسطين مهرجان جرش هو منبر لفرق فلسطين كاملة عبر الزمن الدولة الوحيدة التي تفتح منابرها لأخواننا بفلسطين حتى يحافظوا على هذا الموروث أو من الدول الوحيدة هي الأردن وبالتالي جرش عندما أعلن هذا العام أيضا هناك مجموعة فرق ستشارك من داخل فلسطين من داخل الفلسطين الداخل من الثمانية واربعين ومن الثمانية وسبعة وستين ومن غزة لما بعثونا أخواننا بصول كانوا يتدربوا تحت القصف وكانت رسالتهم الحياة مستمرة لا يمكن أن توقفونا سنستمر في الفرح هذا رسائل كثير مهمة مهرجان جرش هذا العام يا سيدتي ويا أخي الفاضل سيرصد ريعه بالكامل لأهلنا في غزة لأطفال غزة من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية نحن نتحدث عن ادخلية المكان بالدينار عدد المرتاديين تاريخيا يصل إلى سبعمائة ألف مصرح الشمالي راح يكون فيه عليها أيضا رسوم دينارين وستباع لوحات الفن السبوزيوم لأربعين فنان عربي وعالمي وأردني لصالح ريحة لصالح أطفال غزة هاي رؤية اللي احنا نطلع عليها بمهرجان هذا العام نحن طبعا في معرض نقاش أستاذ أيمن لكن يبقى مهرجان جارش مهرجان جارش كما هو معروف عنه يعني منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي يبقى مهرجان العائلة الأردنية هل ترى أن المزاج الشعبي اليوم يسمح بحضور مقبول لهذه الفعاليات المسطرة أنا ما عندي مركز دراسات أقدر أعمل تحليل لهذه القضايا لكن أنا أعتقد أنه هناك سيكون حضور للمهرجان نحن جميعا متعاطفين وجميعا مستئين مما يجري في غزة لكن نحن نعتقد أنه كان الأردن قوي الأردن متين يعني غزة قوية يعني فلسطين قوية وبالتالي قوة الأردن بأنها تستمر بكل برامجها الداعمة لأهلها لأهلنا في غزة أنا أعتقد سيتواجد هناك سيكون لك حضور لكن نستو أنا أنا بقدر أنا كمدير تنفيذي تكيفت مع كل المرحلة بما وعددنا مهرجان متضامن كامل مع كل أهلنا في غزة أوجدنا لهم المسارح ليعبروا أوجدنا نجوم مثل المرسيل الخليفة مثل هباطورج طيب جميل هنا في هذه النقطة تحديدا سيد أيمن لو تحدثنا أكثر عن عن الفعاليات ما هي الفعاليات التي ترى أنها ستعطي دورة هذا المهرجان سبغة تضامنية مع القضية الفلسطينية وعمقا ثقافيا ووطنيا سيدتي أنا أولا كل أو تقريبا 99% من مطربين الأردنيين سيجدوا بأصواتهم دعما لأهلهم بغزة وأيضا لتعبير عن محبتهم ودعمهم لكل قضايا الأردن واحتفالاته الوطنية اثنين مشاركة وأنا أتحدث من عمر العبدالله لكل مطربين اللي منحن لهم كل احترام وش أقدر أذكرهم بالاسم لأنهم كل يعني كثر المسألة الثانية هناك أيضا البرنامج هناك سناء موسى هناك فرقة صول هناك فرقة من حيفا قادمة هناك مرسيل خليفة هبا طواجف فايا يونان حمز نمرة هناك إنتاج ثلاث ليالي لإحياء ذكرى فارس عوض ومتعب السقار وتخليد الصوت الكبيرة سميرة توفيق هناك مطربة أو مغنية أوبرا هناك من من الإمارات هناك زيت ديرانية بكونسرت كبير هناك مطربين الأردنيين إذا بتلاحظي البرنامج هو برنامج وطني بامتياز سنغني للحياة سنغني للأرض سنغني للسلام سنغني للمحبة سنغني لفلسطين سنغني للأردن سنغني للعروبة إلغاء مهرجان جرش لمسرحه الجنوبي هي رسالة تضامنية كاملة كلكم تعلموا كم هي رمزية هذا المسرح وهو المسرح الأكبر في جرش عندما تغلق لأول مرة من أربعين سنة أبوابه هي رسالة تضامنية بالكامل مع كل ما مغصر معاه النبي غزة أستاذ أيمن شرط إلى نقطة مهمة جدا يعني تحدثت عن إلغاء حفلات المسرح الجنوبي وهي بالعادة يعني حفلات لمحتلق من نجومية الغناء العربي للموسم وهي الحفلات أيضا التي ترفض سنغني ببعض الأرباح لكن السؤال الجوهري هنا كيف سيتم تعويض هذه الخسارة طبعا نتحدث من الفهم الاقتصادي خصوصا وأنكم أعلنتم عن مجانية الفعاليات هذا من جهة وطبعا كنت قد أشرت في معرض كلامك أنه الكثير أو ريع الكثير من الفعاليات سيدهب إلى اللجنة الخيرية الهاجمية وهي الجهة الجهة عفوا المسؤولة عن إيصال مسعدات الإنسانية لقطع غزة هل لك أن تفصل في هذه النقطة طبعا طبعا أولا يعني مثل ما تفضلت حضرتك كل الريع مش جزء كل الريع المتأتي لهذا العام من الدخول إلى المسارح أو إلى الساحة العامة أو المبيعات المترتبة من لوحات السوبوزوم ستذهب بالكامل من خلال الهيئة الخيرية الهاجمية لأطفالنا سواء كانوا المقيمين في المتشفيات الأردنية أو حتى بأشكال مختلفة من المتساعدات لأهلنا في غزة نعم أقفلنا المسرح الجنوبي لكن هذه الدولة الأردنية أكيد قادرة على أنه تدعم صندوق المهرجان بما يغطي كل هذه التكاليف وكل هذه إذا توفرت هذه العجزات مهرجان جرش يمتلك شراكة أيضا مع القطاع الخاص هذه الشراكة يعني ممتدة ونحن دائما حرصين على أن نكون علاقتنا مع شركائنا من القطاع الخاص شراكة متينة بأكد لك أنه بالرغم من كل ذلك فلسطين وغزة تستحق بنا الكثير لكن نحن لما أعلننا على هذا المهرجان أعلننا لأنه نريد الحياة نريد الأمل نريد التضامن نريد أن نعبر عن إحنا عاملين بهذا الوسط وكفنانين وموسيقيين ليس لدينا أي أداة نعبر فيها إلا بالكلمة إلا بالصوت إلا بالموال إلا بالقصيدة إلا بالمسلسل إلا بالمسرح هاي أدواتنا إحنا لا نستطيع أن نمسك البندقية ونذهب للقتال لنحن نحارب تعلمون جميعا أن الإسرائيليين يحاولون مسح التراث الغزاوي بالكامل ردموا أقدم كنيسة بالعالم وأهم مساجد الموجودة بغزة ردمت بالكامل هل نسكت ولا إحنا كمنابر ثقافية مهم أن نتحدث عن صوت القصيدة هنا نعم طيب سيد عيمان والقصيدة طبعا إحنا أنه هشام الجغل يحضر بشكل لافت في هذه الدورة ما الذي يضع الشعر هذه المرة في قمة اهتماماتكم معنش تسمحي لسيدتي نحن تاريخيا جرش له برامج والثقافي المتميز لكن للأسف نذهب دائما نحن وكل من يغطي المهرجان إلى الحفلات مين جايبين هاي السنة مين المطرب اللي جاي مين المطرب اللي جاي ما حدا بسألك مين الشعر اللي جايين إحنا دائما نحتفل بالشعر بشكل كبير ودائما يتواجد عندنا بين 440 إلى 150 شاعر أردني وعربي وعالمي حتى هاي السنة لأنه احنا بس اعطينا شوية إضاءة على هذا البرنامج هاي السنة ايضا عندنا مؤتمر الفقه الفلسفي سنستضيفه بجرش عندنا مهرجان المونودراما عشر مسرحيات من فلسطين احدهم موجود هذا العام هذه السنة ذهبنا إلى الجامعات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بأمسيات ستتحدث عن حقب مهمة بحكم جلالة سيدنا بالـ 25 عام وسنلقى الضوء أيضا على هذا التراث كيف لنا أن نتعامل مع هذه المحاولات لمنح التراث لمحي التراث الفلسطيني أو محي التراث الغزاوي تحديدا ردموا كل شيء يدعوا أن الفلافل أكلتهم الشعبية يدعوا أن التبول هذه الأبسط الأشياء أن يحاولوا يشتغلوا ليس فقط على التطفيش البني آدم أن يشتغلوا على الموروث على الغرف على الثقافة تبعتنا وينسبوها لهم وصلت الفكرة سيد أيمن سيماوي المدير التنفيذي لمهرجان زرس للثقافة والفنونة كنت معنا من العصم عمان شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر